ارتفاع متواصل في نسبة الأطباء العرب بالجهاز الصحي في البلاد بعد أن كان على مدار عقود مغلق أمام العرب وعليه كانت نسبتهم بالجهاز الصحي هامشية فأضحت اللغة العربية منتشرة في جهاز الصحة من مستشفيات وعيادات بالمقابل قلق حكومي إسرائيلي يدفع باتجاه خطة استقدام 3000 طبيب يهودي ولإقصاء الأطباء العرب تعمل زارة الهجرة والاستيعاب بالتعاون مع الوكالة اليهودية على استخدام الأطباء اليهود غالبيتهم من دول الاتحاد السوفيتي سابقا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأوروبا الشرقية علما أنه تم استخدام أكثر من 20 ألف يهودي منذ بداية العام الجاري وذلك على الرغم من الإغلاقات والتقييدات بظل جائحة كورونا وبظل الإدعاء بوجود نقص بالعاملين في الجهاز الصحي هناك المئات من الأطباء العرب ممن اجتازوا بنجاح كافة الامتحانات وحصلوا على رخصة مزاولة المهنة لا يتم تشغيلهم ودمجهم بالجهاز الصحي في البلاد من المتوقع أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانية خاصة للشروع في إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ وكذلك رصد ميزانيات إضافية من أجل تأهيل الأطباء اليهود الذين تم استخدامهم ليتسنى لهم تجاوز الامتحانات والحصول على رخصة مزاولة المهنة والانخراط في الجهاز الصحي الإسرائيلي يشار لتناغم هذه الخطة مع تصريحات رئيسة الحكومة الإسرائيلي نفتالي بانت بأن حكومته بصدد وضع خطة شاملة لاستخدام نصف مليون يهوديا من الدول الغنية والمتطورة